عيدة باستقبله بحثنا الليلة هو الخبير الاستراتيجي والكاتب هو الدكتور ميزن الشريف أهلا وسهلا مرحبا بك دكتور أهلا وسهلا سماح مرحبا بك مرحبا بك مرحبا تفاعلات كبيرة جدا بعد مرورك معنا المرة اللي فاتت ونحن السعداء بأنك تكون مرة أخرى بحثنا في على مسؤوليتك الدكتور ميزن الشريف سنتحدث بعد قليل على ما يحدث على أرض الوغا أرض المعركة دور حزب الله اليوم وماذا ننتظره من حزب الله لكن البداية مع القمة الثلاثية في الأردن حيث تصدرت القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما تم الأعلان على القمة هذية التي تأتي حسب البيانة الملكي الأردني في إطار جهود تنسيق المواقف العربية للضغط على إسرائيل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع سؤالي الأول دكتور ميزن الشريف لماذا هذا الثلاثي بالذات؟ لماذا نتحدث اليوم عن مصر الأردن والسلطة الفلسطينية؟ الأردن طبعا متاخم وله دور أساسي ومهم جدا في القضية الفلسطينية الملك حسين كان يعتبر نفسه حتى ولده راعي القضية الفلسطينية وله عهدة القدس ولها أبعاد رمزية والأردن فيها نسيج فلسطيني كبير جدا هي جزء أصلا من الأرض المباركة أرض فلسطين وبالنسبة لمصر أيضا مصر لها توازنات جيوستراتيجية كبيرة للغاية مصر تستطيع أن تضغط جديا على الكيان الصهيوني لو توظف ما لديها من قدرات دبلوماسية وحتى أنها الذين حتى الدبلوماسية العسكرية في نهاية مطاف مصر خاضت أعتى الحروب مع العدو الصهيوني وبليت وابتليت بما كان من أمر في سبع وستين وما كان من انتصار في سبع وسبعين ومصر اليوم زاخرة بالقدرة على التأثير سواء في بعده الاقتصادي سواء في بعده السياسي والسيسي هو رجل مخابرات محنق جدا رجل عسكري ونتمنى نحن كنا ننتظر أكثر من هذا من الشقيقة مصر ونتمنى أن يتم توظيف ضغط مشبه ما قام به الملك فيصل من قبل هناك سلاح البترو دولار سلاح البترول سلاح كبير جدا هناك الأسلحة الاقتصادية هناك الدبلوماسية التي يمكن أن تمضي لمجسم بالدبلوماسية العسكرية التي فيها جانب من التهديد وجانب من الدبلوماسية لأنه العدو الصهيوني لا يستحي عدو لا يفهم إلا بالقوة لا يفهم إلا بموزنة القوة كذلك العدو الصهيوني هو لديه من يمسكه هذا نوع من الآلات القاتلة لكن الغرب هو الذي يمسكه هو مصر لديها من موازنات الاقتصاد من مر الذي لديها من غيرها يمكن أن تضغط الأردن جانب معنوي جانب مهم جدا الأردن له علاقة أيضا عميقة جدا بمخابرات الأمريكية وبأمريكا هذه محورية كبيرة للغاية كالله دور في شأن السوري فنرجو أن يعقب ذلك قرارات حقيقية وتؤثر لأنه في النهاية ناتنياهو الآن في حالة لا يتأثر إلا بالرصاص وليتأثر إلا بالواقع هذا وقت لي أن نتحدث عن انتظاراتنا ممكن من هذه القمة دكتورة مازنالا شريف لكن لو نزلنا هذه القمة في إطار الزمني معين وهو زيارة بلينكين للمنطقة تتزامن هذه القمة مع زيارة بلينكين بلينكين الذي يحاول ممكن أو يهدف إلى إعطاء غطاء للكيان المحتل حتى يستمر في هذه الحرب وهذا قال وهو مشحنة لقلناه هناك من نزل هذه القمة في إطار أنها قمة ترتيبية لما بعد الحرب ونعلم بأن في زيارة السابقة بلينكين كان طلبا من مصر ثم الأردن تحدثا كذلك عن السلطة اللبنانية وفي رابع مرحلة السلطة الفلسطينية عن قيادة غزة عن بعد بعد الحرب هو بلينكين يحاول أن يموه العدو الصهيونيون يعطي أكثر من مجال لمزيد القتل والتدمير بلينكين قال أحضره في إسرائيل بعد 7 أكتوبر كيهودي بالأساس ولكنه أيضا مضغوط من قبل الآلة الدبلوماسية الأمريكية وما يمارسه الجمهوريون من ضغط وحتى ديمقراطيون من أجل إيقاف هذه المجزرة ما يمارسه عدد كبير من الشعب الأمريكي وحتى ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي وجنود سابقين يخرجون في مظاهرات يهود مشاهير حاخمات فلذلك بينهما هم يمارسون هذه اللعبة من أجل مزيد من القتل والقتل له غايتان عندها العدو الصهيوني وبلينكين يعي ذلك جيدا أولا أن يجبروا الشعب الغزة وإنجاز العبارة والناس في غزة على التخلص من المقاومة والانقلاب عليه يريدون أن ينزعوا حماس بالقوة وأن تكون مستقبل غزة أنها إما ترجع إلى السلطة الفلسطينية أو تدار عسكريا ثم اختلاف نظري بين قائد الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي ونتنياهو وحتى الأمريكان كل يرى من جانب وهناك من يريد الوصاية المصرية ربما الوصاية الأردنية أن تقع غزة تحت الوصاية ولك ملف الأنفاق وملف مزعج جدا الكيلومترات تحت الأرض في غزة هذه تجعلها متاهة على البعد الواقع من المحال على إسرائيل مهما عتت ومهما طغت أن تنزع المقاومة المقاومة إديولوجيا وفكرة المقاومة في ضمير ووجدان كل طفل فلسطيني كل من فقد والديه كل من رأى هذه الآلة المدمرة هم بكل يوم يصنعون مقاومين جدد بل الآن صارت المقاومة لدى شعوب أيرلندا لدى أناس في بريطانيا في أمريكا المقاومة وجدان كل إنسان يريد أن ينتصر من هذا الظلم وهذا الظلم الآن بانتشاره بهذه الآلة التي تقتل الصحفيين متعمدة لحجب الصورة فلذلك أعتقد أن حسابة بلينكين خاطئة تماما وأنهم ربما يحاولون أن تزحلق من هنا ومن هناك الضغط الحكومة اللبنانية على سبيل المثال لا يمكن أن تكون ضد المقاومة هم يريدون أن تكون الحكومة اللبنانية ضد مقاومة بلادها أن يصبح الجيش اللبناني يقاتل ضد حزب الله واللعبة المذهبية أنا سنتكلم عنها لاحقا ويريدون أيضا من مصر سنتحدث عن اللبنان بطوائفه بمقاومته واليوم هو الدور القادم خاصة لحزب الله كذلك في المنطقة وتحدثت في المرة التي فاتت على حرب إقليمية سنرجع تباعا على هذا نقطة أخيرة فيما يخص مصر الأردن والسلطة الفلسطينية اليوم دكتور ميزن شريف أي دور للسلطة الفلسطينية لمحمود عباس أي وزن لعباس ممكن لحضور حتى قمة ثلاثية كهذه أنا أريد أن أكون مؤدبا جدا مع السيد محمود عباس على غاية الأدب وأنا طبعا رزو المؤدب للغاية فأقول أنه أتمنى أتمنى منه كوارث للزعيم يسر عرفات وضمن مسيرة لشعب عظيم شعب الجبارين وهو ينتمي إليه ويحمل اسمي يعني أبو مازن فبهذه الأبوة أتمنى منه أن يتخذ مواقف طليق بالمرحلة ما كان من مصالحات مع هذا العدو ما كان من تنصيق أمني معه ما كان من أمور من أخطاء أو من أشياء صحيحة الآن ليس النزاع إيديولوجيا ليس النزاع بين من يحكم فلسطين من يقود السلطة من يقود من ماذا نفعل بحكم وبرئاسة إذا كان شعبك يقتل شعب أعزل رزع يقتلون حماس الجهاد الإسلامي حركة فتحه ما فيها من تشكيلات مسلحة من تاريخ من ماضي من قصائد محمود الرويش وسميح القاسم من مرجعية من رمزية أرجو منه أن يكون متلائما مع هذا المنصب فلسطين دولة عظيمة جدا السلطة الفلسطينية عليها أن لا تكون بعد داخل ضمن لعبة وهم المفاوضات والسلام هؤلاء لا يؤمنون بالسلام أبدا لابد من مواقف تكون متلائمة ولابد من مصالحة بين الأشقاء أن يصطف الجميع هذا كلام نظري جدا وقد يكون حالما جدا ومؤدما للغاية أما ما في الوجدان أنا الحقيقة أتألم متى يستيقض هؤلاء متى نستيقض متى نتفطن إلى ما يدار لنا في النهاية العدو الصيون ليس صديقا لا لعباس ولا لغير ولا حتى الخونة والعملاء الذين يتعاملون معه سواء من فلسطينيين أو من غيرهم هو ليس صديقا لأحد ناتنياهو الآن يجر إسرائيل نحو الهاوية والعالم إلى حرب إقليمية بلينكن الآن يجري نحو مصر والدول الخليج وسوف يركض حتى يمنع الحرب الإقليمية إسرائيل عندما قامت بالعمل وسيثبت هذا أقوله استشرافا إسرائيل عندما قامت بتحريك داعش وضرب في إيران بدون إذن أمريكي إسرائيل عندما تغتال وسام طويل وعندما تغتال الشيخ العروري هي تعمل بمفردها أمريكا تريد أن لا يتستسع دائرة النزاع تريد كلين وار يعني تريد حربا نظيفة بمعناهم يسمونهم في عملية الاغتيال القتل النظيف حتى يحلمون بالسلاح النووي النظيف عملية قتل نظيفة جدا نقية جدا عندك شعب كامل أعزل أقتل ما تستطيع في وقت عاجل نعطيك نحن الأساطيل نعطيك الأسلحة قم بقتل هؤلاء وسوف يتزحلق إليك بايدن ويقول الذين قام بعملية مستشفى المعمداني هو الفريق الآخر سيكذبون يتلقون بعض الصفعات لكن يعلمون أن الشعب الأمريكي وشعوب العالم عنده ذكرة سمك وقريبا يخرجون مسلسل مؤثر أغاني مؤثرة لعبة جديدة فيروس جديد هم يخافون من بوتين بمجرد أن أطلق بوتين أول رصاصة نحو أوكراني توقفت كورونا وتوقفت المسرحي لذلك الآن وقت مواقف حقيقية لم يعود الزمن كما كان منذ 7 أكتوبر لن تتوقف هذه الحرب إلا بعقول أكبر مما نراه الآن نكمل آخر سؤال بالنسبة للمصر وين شفنا مثلا قناة أفناش العبرية وصحيفة يديعوت أحرانوت اللي تقول بأن مصر رفضت طلبا بتأمين إسرائيل محور فيلادلفيا مع غزة ونعلم أن محور فيلادلفيا ليسميه أيضا محور صليح الدين هو الضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية كامب ديفت بين مصر وإسرائيل من عام 79 وبحسب الجرائد والصحافة العبرية فأنه منسق العمليات الحكومية في المناطق الفلسطينية اللي هو إسرائيلي لواء إسرائيلي زهر مع وفد أمني مصر وطلب من مصر أنه تقع تأمين هذه المنطقة وفيه خرق الاتفاقية كامب ديفت من ترف إسرائيل مقابل توسيع الإمدادات الغذائية لقطاع غزة هم العدو الصهيوني عدو لا يستحي مصر لا يمكن أن يسامحها العدو الصهيوني لا يمكن أن ينسى دموع جولدا مائير وإنهياراتهم وموشي ديان وهو ينهار في الحرب ومالك فيلم وصائقي يتكلم عن ذلك للقناة البي بي سي المهم هم لا يسامحون هم هؤلاء قوم حقدون جدا أنا سكنت مصر عامين وأعرف جيدا القيادة المصرية وعلى مستوى استخباراتي وغيره هناك كفاءات عالية في مصر مصر تخلصت من مشروع إخواني وهابي كان سيدمر العالم العربي ككل وكان هذا المشروع يعد للجيش المصري الحر وعوقب المصريون بعملية مثل عملية سيناء قتل المصلين في مسجد الروضة وغيرها الآن العدو الصهيون يساوم مصر عليها وأعتقد أنها تعي ذلك جيدا أن لا تعطي العدو ما يريد في أي شيء في النهاية هم يريدون أيضا ممرا جديدا يمر من إيلات ويريدون النفط والغاز الصخري في غزة يريدون ما يحويه بحر غزة لأن المصريين تشوفوا في البحر المتوسط أيضا مخزون كبير الغاز الصخري ثم تتوازنات ثم أمور كثيرة جدا يلعب عليها مما يقال ما لا يقال المهم أن مصر أمامها ريهان حقيقي ضد العدو الصهيوني والعدو الصهيوني لن يفتأ إلا أن يحرك ما جميعه الإرهابية ليهدد مصر مجددا وتعلمون أن وتعلمون أن مصر عانت من ضربات إرهابية وما زال الخطر قائما والإرهاب كله صناعة صهيونية فالمعركة الآن تحتاج كثير من الرصانة حقيقة أنا أقدر الموقف المصري تحتاج إلى الرصانة كبيرة جدا ويريدون أن تهجير سكان غزة وأن يكونوا في سيناء على سبيل المثال هي سيناء أرض التيه عندهم يريدون أن يتوها فيها الفلسطينيون أنا أعيد أقول هي معركة عقائدية هم يعيدون كتابة التاريخ لأننا نتكلم عن مدينة نعوم على سبيل المثال مدينة تورطية يريدون إعادة التاريخ ولكن بأبطال جدد يريدون التشرد الذي يعاشوه مع فرعون وفي زمن العذاب الذي يعاشوه من فرعون يريدون أن يعيشوا الشعب الفلسطيني وغيرها لابد من دراسة علمية رصينة لعقائد هؤلاء وهذا مما سنقوم به ربما ونكشفه لأننا نطلعنا كثيرا على معتقداتهم وأفكارهم به لنختم فيما يخص القمة الثلاثية في الأردن متحدث الرئيسة المصرية تحدث عن مخرجات الاجتماعات الأولية في هذه القمة قال بأن التوافق خلال القمة صار فيما يخص الرفض القاطع لأي مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتهجيل الفلسطينيين خارج أراضيهم كما تم تأكيد الرفض التام لأي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة التجديد على ضرورة تمكين أهل غزة القطاع من العودة إلى ديارهم وأن يطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة تم التحذير من خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية والتأكيد على الدعم المسند الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية والتجديد على رفض أي محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية وأكدت القمة أن الضامن الوحيد للاستقرار بالنسبة للأوضاع هو أن تكون هناك إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ثمانية وسبعين وعلى أساس أن تكون العاصمة هي القدس الشرقية رائعة جدا والحقيقة أنا أشعر برغبة في البكاء ولكني أخجل من الكاميرا والصوت الإذاعي هذه قصيدة رائعة قصيدة جميلة جدا أن تكون فلسطين دولة مستقلة عاصمته القدس وأننا نتعاطف مع الشعب الفلسطيني نرجع إلى منازلهم المخربة ونجدس فيها وأن تعطى المساعدة الغذائية للأخوة الفلسطينيين حتى يشبعوا قليلا ويرتبوا قليلا ثم يعاود العدو قصفهم هذه قصيدة جميلة وبائخة أعتقد أنه الذي ننتظره تهديد العدو الصهرين يوقف هذه المجزرة أن نقول أن هؤلاء بشر وليسوا كما يدعون يستحقون الحياة أن هؤلاء الرضع الفلسطينيين يستحقون الحياة أن السلطة الفلسطينية عاجزة عن إدارة نفسها وأن عليها أن تستقيل السيد عباس أبو مازن إما أن تجد حلا حقيقي أو تترك الحكم لغيرك مروان البرغوثي شخصية كفأة جدا ويمكن أن تكون بديلا لمرحلة جديدة من الحكم الفلسطيني وهذه الشخصية الرائعة التي كتبت عنه قصيدة جميلة أن تنجحوا جميعا مثل ذاك الطفل في حضن الأبي لن تفلحوا فإن هذا الشعب رغم القمع رغم الدمع صبار أبي لن تربحوا إن سفكتم من دمانا أو ملكتم أرضنا حزتم سمانا المهم ورسلت القصيدة إلى زوجتي سيماروان البرغوثي في السجن وقرأتها عليه هذا للتاريخ والأمان فالدوى البرغوثي تخيلها نعم فلذلك أعتقد أن مرحلة السلطة الفلسطينية الآن هي مرحلة إعادة تغيير وإعادة فهم أنا الحقيقة لست سياسيا لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن كما قلت في مرة أخرى في غنية الكراسي ولكني أقول أن هذه البيانات قصائد مللناها يمكن أن نتفهمها في فترة السلام فترة السلام نعم يمكن أن نقول هذا الكلام أما اليوم وإسرائيل ترتكب كل يوم عشرات المجازر في حق الشعب الفلسطيني ولا أقول فقط غزة في القطاع في الضفة تقوم بمجازر حقيقية يراها العالم ثم يخرج زنابيان والله نحن نطالب كما قلت مصر لديها إلزاماتها قد ربما أقدر الضغوطات الدولية ولكن كان لابد أن يكون القرار أكثر حزما وحسما نرجو منهم ذلك نرجو منهم أنه قرارات حقيقية ضغط حقيقي ولا يقول أحد لا يمكن أن يقوم بشيء والله لدينا قدرة كبيرة جدا هذا عدو جبان لو أننا حركنا الدبلوماسية العسكرية لو أنهم شعروا بالخطر الحقيقي من مصر والله سيغيرون مواقفه أجبا منهم لم يخلق الله هذا للمعلوم والعلم توازن الرعب مهم جدا نرجو ذلك ننتظره واضح دكتور ميزن الله شريف وتحية كبيرة لكل من يتابعنا الليلة وخاصة العديد والعديد من المصريين وشفت الحقيقة حبيت نقرأ الاسم سامحوني ضع لي يعني آلاف ما شاء الله في المتابعة وآلاف الكومنتر تحية لهم تحية كبيرة لهم وبعد بش نحييوا البلدان الكل اللي يتابعوا فينا في آخر البرنامج لكن الكل كاتبين نحن الشعب المصري مع فلسطين بأرواحنا طبعا يعني تسمو الشعوب عن كل هذا والحقيقة قوس صغير إحنا آلاف الحمد لله في المتابعة يعني ما بين على مسؤوليتك وناس الدوين فتنا أكثر من 22 مليون متابعة في شهر للفيديوهات الشعوب العربية قلب واحد ونبض واحد يعني اليوم ما نقرأوش الجنسية لأننا كلنا غزة وكلنا فلسطين يعني صدقني كيف تقرأ الكلنا بوصلتنا واحدة الشعوب العربية نحكي دكتور مزن الشريف أنا أذكر وهي عبد الودود يواقف على الحدود ومحافظ عن نظام وقصائد أحمد فؤاد نجم الذي التقيته أكثر من مرة وكان صديقا عزيزا الأبنودي عندما جلست في بيته وبذلك الصوت وحتى زرت مدينة أبنود في صعيدي مصر ولي في مصر تلميذ كثر ولي فيها أحباب وأحيي الشيخ أحمد سحات الأزهري المشرف على منارة مصر فالمهم هذا الشعب يفتدي بروح أرض فلسطين قدم الشهداء وأكيد أن القوات المصرية دماؤها تغلي الآن وأن الأحرار المصريين أنهم فعلا يرقبون القدس وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكيد هو رجل خرج من القوات المسلحة المصرية التي قامت على عقيدة كهرة الصهيونية عقيدة الآن مصر كما قدمت من شهيد مدارس مصر التي قد قتل فيها من قتل فيها العدو الصهيوني وقبلها الإنجليز ماذا فعلوا والمقاومة المصرية للعدو الإنجليزي المستعمر الإنجليزي مصر إن شاء الله يظهر الله منها خيرا كثيرا وهذه الشعوب كلها هي شعوب عاشقة وأهل الكنانة لهم سرهم لهم بركتهم لهم الدعاء السيدة زينب لهم أويتمون آواكم الله نصرتمون نصركم الله عشاق لأيال البيت منفوحين أصحاب أسرار وأحوال فبالتأكيد هذه مواقف صادقة وكلنا نعشق فلسطين وكلنا أرواحنا في داء الله هذا هو النصر إن شاء الله لفلسطين لأرض الجبارين من جهة الأخرى وتحدثنا دكتور ميزنال شريف على أنه واتباعا نهل الأسبوع كل التصريحات تنم على أن نتنياهو يسعى لتوسيع هذه الحرب لأن في توسيع الحرب هو إطالة بقاء وأمد نتنياهو في الحكومة بانتهاء الحرب سينتهي نتنياهو هذا صار مفهوما دكتور ميزنال شريف لكن التوسيع ليس فقط لا نتحدث فقط عن الأرض الفلسطينية لكن لبنان وليس فقط جنوب لبنان بالكذلك شفنا اغتيال الشهيد العروري في بيروت في قلب بيروت ثم اغتيال الطويل شهداء إن شاء الله عند الله نتحدث اليوم عن حزب الله الذي يقول على لسان أمينه العام حسن نصر الله سنرد سيكون الرد والعقاب في المكان والزمان الذي يحدده حزب الله ليس حاجة أخرى حزب الله وسيد نصر الله درسوا جيدا علم نفس الشخصية الصهيونية هذا نعطيه مصطلح جديد علم النفس الصهيوني علم النفس الصهيوني مصطلح جديد وخلي الباحثين يبحثوا فيه علم النفس الصهيوني هي شخصية مريضة هزيلة متغلفة بالقداسة مصاب بلوثة الشر تقتل على مر تاريخها نكسوا على أعقابهم مع سيدنا موسى رفع الله فوقهم الجبل كأنه ظله نافقوا كذبوا دسوا في الأحاديث انتظروا نبيا يظهر في أرض النخل ولما ظهر حاربوه سمموا هذه الأمة بالأحاديث الموضوعة سهموا في تقتيل أهل بيت النبي في تقتيل الصالحين نشروا الحروب حيث ما حلوا ملعونون حيث ما ثقفوا إلا قلة منهم طبعا من اليهود إلى اليوم موجودين نطور كارتا وغيرها أشخاص صادقون ومسالمون ولكن أتكلم عن الصهيونية لا عن اليهودية وفرق كبير جدا الصهيونية شخصيات مريضة وكلهم يقول نفسي نفسي الآن الحرب لم تعد بين إسرائيل العدو الصهيوني ومقاوم الإسلامية بين نطنياهو وخصوم السياسيين داخل إسرائيل نطنياهو يحارب السجن يحارب الهزيمة بقتل المزيد من الشعب الفلسطيني وتوسيع دائرة النزاع من جانب ثاني حزب الله درس هذه النفسية المريضة ويعرف ما يفعل الرعب والانتظار فيهم عندما يقوم بعمليات دقيقة عمليات تدل على أنه يدرك أين يضرب نقاط رقابة ثكنت عسكرية هذه الضربات ليست تسر في مدى نسفها وأذيتها المادية بل أذيتها المعنوية مصداقية سيد نصر الله عند الإسرائيليين أكبر من مصداقية نطنياهو يعلمون أن الرجل لا يكذب أبداً وأنه ينطق حقاً هذه العمامة السوداء التي يضعها على رأسه الشريف لأنه شريف وابن عم هذه العمامة عمامة الحسين إمام الشهداء والأحرار هي تمنى الذلة هذه الرؤية عمل العدو الصيوني على ضربها من خلال المعركة شيعة سنة حزب الله حزب شيعي الشيع كلهم يكفرون بالله ويقولون أن القرآن لم ينزل على النبي إنما كان ينزل على علي هكذا كلهم إذن يأخذون قول طائفة شاذة كما يأخذ بعضهم أن داعش هي السنة ويكذبون على طائفة من المسلمين وعلى معيار أنصر أم المؤمنين عائشة وأنصر أهل السنة في سوريا وفي اليمن قامت الحرب بني تنظيم داعش على عقيدة فاسدة بين الملاحم وبين الحرب المذهبية اليوم أهل غزة أهل سنة أنصروا أهل السنة إذن الأسلحة التي قتلتم بها 800 ألف سوري 800 مليون سوري أمضوا وقاتلوا بها في فلسطين في غزة دافعوا عن أم المؤمنين عائشة هناك دافعوا عن أهل السنة هناك هؤلاء الكذابين المعركة لم تكن يوما بين سن وشيعي المعركة بين عملاء يرتدون لباس التسنن كوهابية وكدعيات تصوف غيرهم أو يلبسون لباس ما يسمى التشيع البريطاني التشيع المدعوم من المخابرات العالمية وبين أحرار هذه الأمة عندما صلى في القدس الثعالبي في 29 في مؤتمر العالم الإسلامي الأول مع أمين الحسيني أداره الثعالبي وموله شوكة علي المجاهد الهندي المسلم وحضره محمد إقبال وحضره الشيخ رشيد رضا وسعدين الجزائري حفيد الأمير عبدالقاء الجزائري صلى بهم عبد الحسين الكشف الغطاء المرجع النجف في القدس الشريف هم أعلام السنة لأن المعركة يعلمون جيدا ليست معركة مذهبية فوبيا التشيع فوبيا أن حسب الله يمثل دائرة خارج الدين هذا كل فوبيا كاذبة اليوم هل أنت مع المقاومة مع فلسطين مع غزة ضد العدو الصيوني أم أنت كذاب سواء كان شيخ دين الذين قتلونا هرسلونا بالأكاذيب نوزول الملائكة الخضر على المجاهدين الذين يقتلون السوريين داعش أين ملائكتكم الخضر الآن أين أنتم وأين مواقفكم وأين كلامكم على ما يجري حزب الله أرجع إلى النقطة الأساسية يدركوا جيدا كيف يديروا المعركة مع هؤلاء نعم هم غدرون يستعملون الخوانة يستعملون ترسانة كبيرة من القدرات التكنولوجية والأخمار الاصطناعية سيقتلون مننا أكيد ولكن في النهاية هم الآن تحت ضغط شديد وهم يرتعدون خوفا وفرقا ويرون قدرهم قادما إليهم مصرعا واضح في كل هذا دكتور ميزنال شريف هل فعلا يمكن أن تتوسع هذه الحرب هل نحن فعلا أمام حرب إقليمية وشيكة ما معنى حرب إقليمية واليوم نرى أن الجميع يحاول يحاول الحديث عن شبهدنا ليلة تهجير القصري ولكن لا يوجد تهديد واضح ما شفناش طلبات واضحة يعني ماذا يمنع مثلا الحكومات ولا القيمة من هذه العربية من أنها تقول نحن اليوم نطالب بوقف طلق النار وقف إطلاق النار يعني واضح عنا شعب يموت عنا شهداء النعم المقاومة تنتصر وستنتصر بحول الله لكن عنا أكثر من 15 مجزرة يوميا في حق شعب غزة وقتاش بش نطالبوا بوقف إطلاق النار ويكون هذا هو الشرط والطلب الأول قبل ما نحكيوا على تهجير وعدم تهجير القصري وبرب يحلوا الإعانات قلو لهم وقف النار وشنوالية منعنا من هذا أولا هناك نوع من السياسة التي لا تعي جيدا بقواعد المرحلة وهذا مع احترامي للجميع أعتقد يحتاج لرؤية تجمع بين العرفان وبين الاستراتيجي بين العلم بالله والعلم بالواقع وهذا لو جمع بينه كما جمعنا بينه سيؤدي لفهم أعميق لما سيأتي وفهم أعمق لما هو موجود الآن بقياس مع أبحاث تاريخية وغيرها اليوم اللعبة السياسية التي تمارس قد ينظر لها المنظرون أنها من أجل أن لا نكون ضد الثور الأمريكي وأن لا نكون ضد القوة الصهيونية الغاشمة هؤلاء الأقوياء سوبرمان سوبر باور عندهم قدرات خارقة جدا لكن الواقع الذي يثبته أي غزاوي اليوم أي فلسطيني أن هذا عدو هش لو كان قويا ما قتل رزعا ما قتل أطفال ما استقوى على الضعف القوي يقاتل الأقوياء لو كان هذا العدو يثق في بقائه لما رنى نحو الحرب الذي يثق في بقائه يسعى للسلام يسعى للرخاء وهو يحكم ويمتلك الأرض ويمتلك التقنية يمتلك التطور التكنولوجي يمتلك الشركات الأكثر قوة في العالم هو عدو محكم عقائديا بحقيقة أنه سيزول محكوم استراتيجيا وعسكريا وسياسيا بحقيقة أنه في أزمة خانقة لم يتعرض لها منذ تأسيسه أمريكا على سعيد آخر تمر بأزمة اقتصادية خانقة تشقق سياسي حرب أهلية كانت ستكون وما زالت تصدع الدولة العميقة في أمريكا ضربت في العظم بيدخول ترامب إلى معترك السياسة والأنظمة العربية عليها أن تدرس تاريخها أنا أشعر أحيانا أن بعض مستشاري رؤسائنا للأسف لا ينصحونهم ولا يعون ما هم فيه لا يمكن أن تستمر المسائل بهذه الطريقة أوقف الحرب كلمة بسيطة لا نسمحها في هذا البيان أوقف الحرب الآن ليس وقت لعبة أن من سيحكم غزة حماس الحركة المقاومة الإسلامية في علاقة ماذا تكون علاقتها الإيديولوجيا هذا موضوع آخر وبين السلطة الفلسطينية المفروض اليوم السلطة الفلسطينية كمكون فلسطيني والحركات المسلحة في فلسطين كلها تشتبك مع هذا العدو ويكون التفاعل إيجابيا بينهم كما قلت أنا السياسة في أصلها أحسن إدارة أحوال الناس ولكن اليوم صارت لعبة أخرى منذ فترة لعبة أخرى فلذلك نرجو نرجو دائما اليوم اليوم حال شاعري نرجو أن تكون مواقف كلمة بسيطة جدا أوقف إطلاق النار أو سوف نطلق نحن النار هنزدوها جملة بالله عليك وأنا سؤالي مع احترامي أنا قلت اليوم أنا مؤدب جدا وهادئ جدا كطبيعي عادة ماذا نفعل بجيوشنا بالاستعراضات العسكرية الرهيبة برجل يكسر عصى ويقوم بحركات شقلبة بحركات التايكواندو والكونغفو والبراعة بالمدافع الطائرات التي نستريها ونباهي بها وقد نأخذ من قوط شعوبنا إن لم نستخدمها الآن في إيقاف هذه المجزرة ولو عن طريق بعد رمزي يا أخي قل لهم إن لم توقفوا المعاركة بعد يومين سنوحركوا جيوشنا واسترى كيف يوقفونها هم على جانب لا الشباك يريدوا حربا مستمر ولا الموساد يريده ولا الأمريكان يريدون حربا إقليمية حقيقة لا أحد من هؤلاء يريدوا حربا مع إيران ولكن ناتنياه يريدها لأنه يرى السجن والهاوية ويرى أنه ملك ملوك إسرائيل وأنه رجل النبوءة خلف كل ظالم من هؤلاء رجل دين فاسد يقف خلفه ينفذ فيه كالشيطان أنت اختارك الرب ألم يكن الدواعش وهم يمضون إلى سوريا حتى من تونس يخبرون أنهم على خطى الصحابة وأنهم مجاهدون حتى واحد مرة بعد أن قتل يحتضر يقول له أنت شوف الحريات وجدوا طبيبا يقوم بعمليات جراحية على القتل حتى يظهرهم مبتسما وقصص طويلة جدا جهاد النكاح وغيره أنا جي يوم نحكي لك على أسرار أعرفها حول هؤلاء وحتى التقيت شيخ وجد نعيم الذي كان مفتي القاعدة وقام بمراجعات ورجع عن ذلك وعدل عنه والقاعدة كيف بنيت بنيت لأجل نصرة أفغانستان ضد روسيا ولكن حول الأمر بعد ذلك التقيت مقاومين كبار في معركة الفلوجة وحدثون كيف جاء الزرقاوي وثلته مرة معهم ثم رجعوا للدبات الأمريكية وأعطوا أمكنة المقاومين العراقين الحقيقين ووظف التوانسة في عمل جسر الكاظم ألف قتيل وظف التوانسة لأن التوانسة هم أول من قاموا بعملية ضد العدو الصهيوني عملية الطائرات الشرعية 1200 تونسي من المقاومين التونسيين ذهبوا إلى فلسطين على الأقدام مشيا صارحوا بحيش القتل في الطريق إلى فلسطين لزر الشريط مضى إلى فلسطين وأيضا ملف المقاومة التونسية العظيمة التي دوخت فرنسا يجب أن يفتح أن دولة الاستقلال خاتلت في ذلك وغيبتهم تغييبا كبيرا جدا من يعرف عليه بن خليفة النفاتي بطل تونس والثعال بالذي مات حزين الوحدة ولم يعثر له على كفا حتى بيعت رسائل الملوك إليه وأخذ بها كفا المهم حتى ننصير هذا الجرح لا بد اليوم من رأي آخر من رؤية أخرى نتنياهو يقاتل بعقيدة المودية بعقيدة فاسدة ويجر حتى بلاده نحو الخراب في النهاية من قتل منهم وأزمتهم الاقتصادية الآن هم على وشك الانهيار ويجرون العالم نحو الخراب هذا طبعهم هذا ديدنهم بالله عليكم قولوا لهم أوقف النار أو سنطلق النار هذه الجيوش تنتظر التحرق أنا لا أقول لك كشنا حربا نعم الحرب خاسرة في جميع الأبعاد واليوم موعود ما زال أمامه أربع سنوات خمس سنوات بقوة أخرى من فوق إذا صدقت النبوآت ونمن يصدقه هذا حقي ولكن أقول على الأقل حرك هذه الدبلوماسية ما أسمي أيضا الدبلوماسية العسكرية دبلوماسية الحرب